بطول نروح لجولتنا الإخبارية ولها وهنكمل على طول المود بتاعنا العالي جداً ووزارة الصحة وسكان أعلنت تسجيل إمبارح 145 حالة أصابة جديدة في فيروس كورونا عدد وفيات إمبارح 17 واللي خرجوا من المتعفين 803 المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء نفس حتمادة فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهرين زي ما البعض بيعتقد ووضح أن مهلة الشهرين اللي اتكلم عنها رئيس الوزراء إمبارح هتكون فقط لاستكمال الأوراق بعد تقديم التصالح يعني هيكون الشخص قدم التصالح بالفعل ولكنه ما استوفاش باقي الأوراق شركة مياه الشربة في الجيزة أعلنت انقطاع المايا بكرة عن مناطق وراء العرب وشارع القومية لمدة 8 ساعات من 10 ليلاً لحد 6 صباحاً يوم السبت والانقطاع هيكون بسبب أعمال تحويلات مترو الأنفاق وزارة القوة العاملة نفت كل اللي تردد على صفحات وهمية على السوشال ميديا عن فتحة هسجيل استمارات للصرف مبلغ 1000 جنيه لكل أسرة وأكدت أن كل الأخبار لا أساس لها من الصحة وفي صفحة رسمية للوزارة بتحمل اسم وزارة القوة العاملة المصرية وعليها علامة الفريفكيشن أو التوفيق الزرقاء وزير التربية والتعليم اعتمد انبرح نتيجة الدور الثاني للثانويات العامة بنسبة نجاح وصل ل93% وتم فتح باب التظلمات على نتيجة لمدة أسبوع من النهاردة وزارة التربية والتعليم أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الطلاب اللي أتموا المرحلة الإعدادية للالتحاق بالتكنولوجي التطبيقية للعام الدراسي 2020-2021 وتم قبول 205 طالب بمدرسة إيجيبت جولد وطالب وطالبة يعني بعد تقدم أكثر من 3000 طالب من اللي مجموعهم أعلى من 250 درجة للالتحاق بالمدرسة وزارة التربية والتعليم كمان أعلنت عن مد فتح باب التقديم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجي التطبيقية للعام الدراسي الجديد لحد يوم 20 سبتمبر من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وزيرة الصحة وسكان أكدت مبارح في مؤتمر صحفي تم عقده مع تسليم شحنة جديدة من المساعدات أو الواجب هو مش مساعدات هو واجب مقدم من مصر للسودان الشقيق أن مصر بتعمل على هذا الواجب من الإصلاح الطبي كمان مع هذا الواجب ونقل كل الخبرات من وزارة الصحة في السنوات مش بس اليومين دول في السنوات الأخيرة ربينا يديم المعروف بين البلدين وبين كل البلاد العربية ويهدي العصيم